كل الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بهذا الأمر كانت موجودة الحقيقة مع سيادة المحافظ أول ما تعمل تربت تربت قالوه الحقوق ده حصل كذا كله تحرك ورح على هناك فورا إلى أرض هذه الواقعة أو لهذا الموقع محافظة الأسكندرية قال العقار يا جماعة اللي حصل فيه بيوصف بأنه الانشطار النصفي الرأسي يعني زي ما انت شايف كده هو جاي بالطول اللي بيجرى بالمناسبة أنه كمان بيتم التأكد 100% من أنه هل في حد أسفل العقار ولا لا لأنه طبقا لمحافظة الأسكندرية العقار مش مستخدم بأغراض السكن الدائم وإنما كشؤة للإيجار خلال الصيف ده مش بس كده ده الطابق الأخير آخر دور اللي هو نمر 14 ده عليه قرار إزالة خلاصة القول أنه عشان برضو ما الناس ما تعودش تاخد وتدي في القصة هو تم قطع كل المرافق عن هذا العقار بالتحديد يعني الميا تقطعت الكهربا تقطعت الغازة تقطع عن العقار المحافظ شدد في كلامه على أنه يا جماعة فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وقدرة الأزمات والكوارث وكل الأجهزة المعناية في المحافظة قاعدة بتشتغل بدرجة استعداد قصوى الموضوع مش متاخد هزار على الإطلاق مفيش حاجة في البلد دي بقى بتتاخد هزار يا سيد على الإطلاق مفيش حاجة بقى تممكن تعدي بالشكل ده وتعدي مرور الكرام اللي بيحصل من البداية أنه بنسبق يا جماعة المكان العقار مش ده نبتكلم بشكل عام بنسبق الدولة كانت بتسبق الرئيس في توجيهاته كان بيسبق كده مش صح لازم نحط حلول واضحة وجزرية لكل هذه المخالفات وكل هذا الإرث الفاسد أنا دايما نقول إيه الرضا لمن يرضى مفيش قرار ولا قانون بيطلع غير علشان مصلحة سيادتك مفيش حد عاوز ينكفك ده احنا كلنا بلد واحد شعب واحد المصلحة واحدة مفيهاش منكفة يا أخي ده حتى خوفا على حياتك والرضا لمن يرضى